الذين يسمونه نفسهم سلفيا يرون مثلاً الإخوة المسلمين هؤلاء فرقة ضابة ضل يعني إيقظة ضل يعني لن تدخل في رحمة الله لماذا ضيقت الواسع ألا يقولون لا إله إلا الله هم لا يقولون يا علي ولا يقولون يا بدوي ولا يا دسوقي ولا يا هذا ولا ذا ولكن يقولون يا الله ولكن أخطأوا في التطبيق أخطأوا في التطبيق تخرجوا أنت من المئلة بخطأ التطبيق كم مرة أخطأت أنت في التطبيق كم مرة وما أخرجك أحدا من المئلة ما أخرجك أحد من المئلة أبدا نقول لبعض الإخوة هداهم الله ادعوا لإخوانكم الذين قتلوا ظلماً وزوراً لا أدر أنهم في القضاء الله أكبر الله أكبر إذن لم تنوم المثيين مساء لم تنوم المثيين هو في عقيدتهم أن أهل السنة فجرى على ضلال لذلك يقتلوننا بدم بارد لم تنوم عليك وهو أقول نفسي فبدأ ولكن أنت بينك وبين المسلمين شعب المسلمين تكفرهم وتضللهم هكذا لمجرد أن شيخك قال أنهم ضلون أصبحوا ضلون والله أنا لا أدري كيف يدعي بعض الناس أنهم ينتسبون إلى الآن طيب ماذا أفعل مع هذا؟ اجتنبوا إذا ابتسم في وجهك ألقي السلام ولا تبتسم لابد أن يعرف أنك تضيئت لا تسارع إلى إلقاء السلام عليه لماذا؟ لأنه يخرج الناس من دين الله عز وجل يضيق الواسع إذن أنت لو فعلت هذا تبتغي أن يرجع وقد لا يرجع قد لا يرجع لأنه يرعى أنه على الحق المبين ومعداه جولاء أغبياء لا يفقهون في دين الله شيء فرفع نفسه وزكى نفسه بطريق غير مباشر وزم الله من يزكي نفسه الله زم من يزكي نفسه وزم الله من يظن من أهل وحيد على الهدى والأخير وعلى ضلال من من قال لا إله إذن الله قد يقول أم مخطئ قد يكون عصر الله في مسألة أو عجلة مسألة ولكن لا تخرجه من الملة ما حق المسلم على المسلم منها وإن ما تتبعه إلى القبر كنا نصلي على بعض الناس من جماعة الإقبار المسلمين مع أنهم من جماعة الإقبار المسلمين هم من كل الناس هم من كل الناس جرفوا بالجرفات بعد أن سكب عليهم الجاس وأحرقوا حرقا ثم جرفوا بالجرفات ولا ندري أين جسدهم فلما قلنا نصلي على هذه المجموعات صلاة الرئيب رفض أن يصلي عليه ترفض أن تصلي على الإسلام هل عندك أنه مات كافرة هل عندك غينة هل عندك غريل أنه مات كافرة هل لسقفت عن صبره نبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زين الحجم بن الحجم رضي الله عنه أسامة وعن نبيه سيد ابن حالس لما قتل رجل بعد أن قال لا إله إلا الله قال لا وقتلنه بعد أن قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله ما قالها إلا مقافة السن ماذا قال له أصدت يا أسامة لعلك يا أسامة على صواب قال هل لسقفت عن قلبه كيف أخرجته من رحمة الله أنك تقتلوا وقد قالها كيف وقد قالها فتمنى أسامة بن زين لو لم يكن مسلما إلا في هذه اللحظة حتى يجب ما قبله لأن الإسلام يجب ما قبله فتمنى أنه لم يقبل الإسلام قبل ذلك تمنى لو قبل الإسلام الآن فيقول الله إن الإسلام يجب ما قبله ومنها قتل أعظمت للذي خلل لا إله إلا الله في أناس لا يحبون أن يتواضعوا هو تابع لجماعته وفقط ما قالته جماعته والحق وإن كان الحق مع غيره الأئمة الكبار الأربع يقول بعضهم لبعض رأي صواب من عندهم إن ذا رأيه هو يحتمل خطأ ورأي غير خطأ عندهم إن الفرق يعني يحتمل أن يكون صواب إذا لو قال هذا لو قال كانوا يقوم وبيّنوا بعد ذلك أنهم كانوا يقولون لله ويقومون الليل ويصدون ويدعون ربهم أن يرفع المأساة عنه فقطلوا بدا من باله فأصر وقال أصدر أسأل الله أن يهديه وأن يرده إلى إلى الفهم الصحيح ردا حميدا ردا جميلا أي بغير تعنيف وبغير لو يذراع أو كسره أفرق في أن أخي كتب ألا كذا يكون أفرق تزهر الشماتة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك طب كيف يعافيه الله وقد مات أظهرت الشماتة في بمتن يعافيه يعفو عنه يوم القيام ويبتليك وقال الله عز وجل هو أعلم بمن اتقى هو أعلم بمن اتقى هو أعلم بالمهتدين إذن أنا لا أحكم إلا أن أرى كفرا بواحا كفرا بواحا أحكم به بالكفر بعد أن أناقش الشخص إن هذا الكفر يا أبنين ما تفعله الكفر وهذه الدلائف فأقيم عليه الحجة فيصر إذن رأيت كفرا بواحا ومن ضمن الأراء الهزلية الهزيلة أن يقول كل من كان ضد جيش بلادي فهو على طلب أنا أسأل سؤال من الذي قتل الحرائر وهن خارجاته من المساجد في اليمن من أليش الجيش وأنصار الجيش وبحماية الجيش لنقول الجيش كله ورباط ولكن القادة الكبار ويسيطرون على بعض ضعاف النفوس فيأمرونهم فيطلعون إن فرعون وهمان عن جنودهما وجنودهما كانوا خاطئين إذا لا يعفي جنود فرعون أن فرعون أصدر الأمر إليه بقتل بني إسرائيل لا يعفيه ما هذا أمام الله عز وجل ولا يعفي هامان أن فرعون أمره أن يقلي له صر ليطلعه ليعبو في السماء ويبحث عن إله موسي لا يعفيه لذلك جمع الله الزجاتته إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ثم أن الجيش ليس جيش من الملائكة ولا هم جيش من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت الفتنة بينهم وخرج الخوارج على عليه ما قتلهم عليه ما قتلهم حتى شرعهم في القتل قال إخواننا سمّاهم ماذا؟ إخواننا بغوا علينا حتى شرعوا في القتل فقتلهم دفعا لهذا الصالح دفعا لهذا الصالح أيها الناس ماذا تفعل بكلمة لا إله إلا الله الذي خرجت من نسان أخيك وأنت تضلله أو تكفره أو تفسقه أو تبدعه هكذا جزافا جزافا هكذا وتقذف عليه التورة بل تتسبب بل تظهر أنك أكثر هدى من غيرك ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيه أنظر كيف يفتنون على الله الكذب وكفى لي إثمه وهذا عبد قال لأخيه والله لا يدخذك الله الجنة لأنه على معصية دائما لأنه على إيه معصية دائما والحديث في هذا هو يريده على معصية دائما فقال لأخيه والله الذي يدخذك الله الجنة فقال الله من ذا الذي يتأذى علي فإني قد غفرت له وأدخذتك أنت الناس الإله وسع الأمر الإله وسع الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم شرخ سعة الأمر فيأتي عبد من عباد الله ويضيق الواسع اتق الله في أنفسكم إن زلزلت الساعة شيء عظيم وزلزلت الساعة زلزلتان الزلزل العامة يوم القيامة وزلزلت ساعتك أنت مريع مرعبا إلا أن يتغملك الله برحمة منه فتمر عليك بسلام الأمر بالنعروف والنهي يعني منكر مع نفسك مع نفسك أولا أدب هذه النفس أدبها بالصوم أدبها بالصدقة وكنت لا تستطيع الصوم ولكن تحب المال أدبها من مالك طب أخرج من مالك كلما وجدت أنك نفسك لا تضيعك نفسك لا تضيعك أخذ الصدقات يا ربي هذه تأديبة لنفسك أدب نفسك أدب نفسك وأدب وادك وأدب زوجك وأدب جارك بالمعروف طبعا مش هتغطي لطس في الناس أدب الناس وأدب نفسك أولا لأن فاقد الشيء لا يوتي فأنت لو غير مؤذب ولا مهذب ولا تحبك كيف تتكلم فكيف تؤذب غيرك لا تتكلم في أمر الدين إلا العلم قد يكون عندك جانب من العلم ولكن ما عندك الجانب الأخر قد تكون أفضل من ثني عنده علم من الجانب الأخر موسى أفضل من الخطر موسى صلى الله عليه وسلم أفضل من الخطر عليه السلام ومع ذلك كان موسى تلليزا عند الخطر لأن الله أفهم الخطر عمونا لم يفهمها موسى صلى الله عليه وسلم مع أن موسى الرسول المكلم وسليمان فهم مسائل وهو نبي لم يفهمها أبوه الرسول والرسول أعلى من النبي الرسول متنقل وحد ففهمناها سليمان إيش معنى هذا أن سليمان أفضل من داود ولكن هذا واحد أنت لا تفهمها لمسألة فهمها غيرك وقد تكون أنت خير من مجل العرض من الآخر ولكن الله رزق الآخر فأمان فلا تتحجر وتصف أن الناس كفار وتصف أن الناس ضالين وضضين إياك إياك والبغي والطغيان هل لا توضعت للناس حتى يقبلوا منك كلامك وإن أزلت أنك على خطأ ما الذي يمنعك أن ترجع ما الذي يمنعك أن تقول والله أنا أخطقت وأسأل الله المغفر ما الذي يمنعك أم هو العناد والكبر والكبرياء والمجدل ويجادل يعني هذا الاستدلال ليس طيب ولا تجال إلا بالنتهي أحسن فإن لم يقل عندك بالنتهي أحسن فأنسك على الجزاء النمر المعروف والله يعني المنكر لتنقزنه بينكم أو لا يستمرن خزلان أمة محمد فتدعون الله فلن يستجاب لكم كما قال نبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بعد أن انتهى من قراءة آيات صورة المائدة قال كنّ والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتغترنه على الحق أطره لا تتكلم بهذا أبدا هذا باطل ما دمنا نستطيع أن يغير بأيديه أو بأي سنتنا أو لا نجالسه ولا نضحيه ولا نكلمه حتى يرجع إلى الله ويقر أنه كان من المتجاوزين لأوامل رسول الله لأوامل رسول الله عليه وسلم وللفه الصحيح وأنه وقع في فهل صحيح ولا تغترنه على الحق أطره ولا تغترنه على الحق قصره إن أطره القصر هذا يكون بالفعل بالفعل تجد تريه أنه لا يفرح بلقائك كما كان يفرح لا تريه أنك لا تفرح كما كنت تفرح بلقائك لماذا؟ لأنه يتأول على الناس بالكلاب الكاذب والبطل فكيف أضحك بوجه؟ كيف؟ لئن ضحكت اليوم في وجه فأنا أعنت على تميع دينه فميعت ديني وميعت دينه فأسأل عن نفسي وأسأل عنه فاتق الله في أنفسكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لينرب الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعلكم تعرف اللعنة عن إيه؟ لعنة عن الطرد من رحمة الله أتدري ما رحمة الله؟ كثير لا يدري ما رحمة الله رحمة الله جزأ إلى مئة جزء منذ أن خلق الخلق إلى الآن وإلى أن يرز الأرض معلية فيها جزء واحد من رحمة الله يتراحم به الخلائق والإنس والجن والدوام والطي حتى العنكبوت العنكبوت ترحم صغار إذا خرجت من البيت العنكبوت ومعلومة العنكبوت شارسة جدا هي تتزوج ثم تركن زوجها مثلا مثلا العقارب وغيرها تأكله إن أفلح أن يفر فكتب له عمر ولكن إن فر من الأولى لن يفر من الثاني فهو قصير العمر يذكر قصيرة العمر عند قشرات كل هؤلاء يتراحموا بجزء واحد من المئة جزء من رحمة الملك ثم يأتي يوم القيامة بتسع وتسعين جزء والمنعون من خرج من التسع وتسعين جزء لم يجد له مكان لم يجد له مكان في تسع وتسعين ضعف من رحمات الضر سيكون يوم القيامة ولا يجد له مكان فأي بأس أي بأس وفي وشقار لأن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يلعنه يلعنكم كما لعنه بس الله أن يلعننا وأن يُعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يُعيننا على نمر المعروف وأن يُعيننا على نهي على المنكر وأن يُعيننا على الطواجع للناس وأن يُعيننا على بزل الأعذار للناس وأن يُعين وأن يجعلنا ممن يُزكون أنفسه فإنه لا يُزكي نفسه إلا شيطان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يُعلمنا ما يفعله أن يُجنبنا ما يضرنا أن يخفل لنا ذنوبنا وإصرفانا في عمرنا وصلاة الله السيدة والباركة على النبينا محمد وعلى أصحابه وزواجه والبيت والحمد لله رب العالمين شكرا